من 6% عام 2014 إلى 20% عام 2024 14% هو الارتفاع الذي سجله معدل تزويج القاصرات والقاصرين أي منهم دون سن 18 بحسب دراسة أعدها التجمع النسائي الديمقراطي تبين أن 10% من اللواتي شملت هن الدراسة تزوجنا بين سن 13 وال15 عاما وسجلت في بعلبك الهرمن النسبة الأعلى فيما سجلت النسبة الأدنى في بيروت ما يشير إلى أن الآفة هذه لا تزال متمركزة في الأطراف حيث العادات والتقاليد متجذرة ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالدين أيضاً 40% من المجيبين والمجيبات أكدوا أن السبب الاقتصادي كان الأساس لتزويجهن إذ أن عرض الزواج كان مناسباً وقد قدمت دعم المادي للأسرة أرقام جداً مقلقة على السعيد الوطني تطلب تحرك سريع من صناع القرار بإقرار قانون تحديد سن الزواج لأنون هو أنون مدني موحد بيحدد سن الزواج بـ 18 سنة على كافة الأراضي اللبنانية وبيجرم تزويج الأطفال والطفلات وأكيد بيفرض غرامة التزويج المبكر يؤدي إلى تداعيات أخرى أولها على صحة الطفلة الجسدية والنفسية كما أن ذلك ينعكس أيضاً على التسرب المدرسي إذ أن 26% من الأطفال غير ملحاقين بالبرامج التعليمية أخذنا تعهد من ساعة النائب جورج عئيس وزميله النائب أنطوان حبشي يطلبوا تحويله مباشرة إلى اللجانة المشتركة وما يتم تداوله لا بلجنة الإدارة والعدل ولا بلجنة المرأة والطفل والأهم أن 76% ممن شاركوا في الدراسة يرفضون تزويج الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً ما يدل إلى أن المعاناة التي يعيشونها فعلية ويجب التصرف وضبطها بقانون بأسرع وقت ممكن